أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات وسمعة طيبة إقليميا وعربيا ودوليا في حماية طبقة الأزون تعكس ثقة المجتمع الدولي والإقليمي بالدور الفاعل للمملكة في دعم الجهود الدولية في هذا المجال جاء ذلك ببناسبة احتفاء مملكة البحرين بيوم الأزون العالمي الذي يصادف يوم السادس عشر من سبتمبر تحت شعار بروتوكول مونتريال إصلاح طبقة الأزون والحد من تغير المناخ وفي هذا الصداد أشار سموه إلى جهود الكوادر الوطنية المؤهلة في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والعديد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة في تنفيذ مختلف المشاريع البيئية الهدفة لحماية طبقة الأزون والحفاظ على البيئة والتغير المناخي وأضف سموه أن مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة نحو تحقيق متطلبات حماية طبقة الأزون وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة دوليا وأشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد بالجهود العالمية التي ساهمت في تحقيق التوافق الدولي على تعديل كيغالي الذي يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وأعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزازه وتقديره لجهود المجتمع الدولي وبما تحقق من منجزات عالمية في مجال حماية طبقة الأزون مؤكدا سموه أهمية استمرار التكاتف الدولي من أجل تحقيق النتائج المرجوة وما أشارت إليه التوقعات العلمية والتقارير الدولية في الوصول إلى مرحلة التعافي التام لطبقة الأزون خلال العقدين القادمين